أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ووزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي إضافة 73 ألف أسرى جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الجاري وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي على مستوى محافظات الجمهورية هذا وقد وجهت وزيرة التضامن ببدء صرف الدعم النقدي تحت مضلة تكافل وكرامة عن شهر يوليو للمستفدين لليوم الاثنين بما يشمل حامل بطاقات ميزة البنكية وحامل بطاقات ذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد